حكم الأب الذي بمجرد بلغة بنت يفض عليه النقاب والإتشاح في السواد غير السواد عنده تميع للدين لأما غير السواد جائز لبس غير الأسود للمرأة جائز ما لم يكن فتنة إن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت لعيشة تشكو إليها سوء معاملة زوجها لها وأنه يضربها فاشتكت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عيشة يا رسول الله والله لجلدها أشد خضرة من ثوبها لجلدها أشد خضرة من ثوبها فكان ثوبه أخضر وأيضا طافت عيشة في ثوب مورد فالشيء ما لم يكن فتنة جاز نعم الأسود لا بأس به هو الأفضل لكن لا مانع من أن تلبس المرأة لون غير الأسود ما دام ليس بفتنة ما لم تكن فيه فتنة والله أعلم يعني أسعج بكيف تميع للدين يعني الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم آية أرجو من الإخوة أن يسمعوها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا لا تتجاوز الحد في الاستقامة من وجهة نظريك استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فالطغيان له صور تغن في الآية الكريمة لا تطغوا في الاستقامة لا تتجاوز الحد فيما ترونه استقامة كالذي يقول أنا لا أكل اللحم لا أتزوج النساء سأقوم الليل ولا أنام سأصوم كل يوم هذا تغيان في العبادة فقد يحرم الشخص ما أحل الله له ويظنها قربة وهي معصية وكبيرة من الكبائر إن الله قال أمر بالأكل كل من طيبات ما رزقناكم وأمر بالأكل من الطيبات ولا تعتدوا لا تعتدوا في الآية الكريمة في آية الطعام لا تعتدوا وتحرموا ما أحل الله لكم في آية المائدة يا عبد الرحمن ذكرني بها آية المائدة كل من طيبات ما المهم ستأتي لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الاعتداء بتحرم ما أحل الله السلام عليكم